اشتركوا في القناة وعايزة تسترد الثقة مرة أخرى خلينا أكلمكم على موضوع الأرقام لو بنتكلم على موضوع أرقام اللعيبة دي أبطال اللعيبة دي في أول السنة في شهر فبراير تلت عالم جايبين برونزيت عالم مش معنى أن الدور يضع سنتين أن اللعيبة ده عهد اللعيبة ده انتهى مفيش حاجة كده في الدنيا وزي ما قالك كابتن محمد يوسف في التقرير قالك الندي الأهلي لما بيحصل له ضرب أو لما بيحصل له وقع والكابتن محمد قال إيه على طول النادي الأهلي بيرجع ويجيبه طولة لا ده بيرجع ويجيبه طولات مش بيجيبه طولة واحدة بيجيبه طولات بس إحنا نخلي عندنا الثقة بنفسنا وإحنا عندنا الثقة كجماهير في لعبة النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي قادرة إن شاء الله أنت بتكلم على مدة بسيطة جداً من خمس ست شهور اللعبة دي كانت أبطال لازم كان يحصل ضرب المجهود اللي اتعامل في خلال التلات سنين وجبناها لك وابل كده حادراتكم جبناها لكم بالأرقام اللعبة دي حصل فيها إيه في تلات سنين لعبة كام ماتش وكان بينها وبين المنافس فرق كام ماتش في البطولات كلها اللي دخلتها لا فرق كبير جداً جداً أنت بتكلم عن تقريباً مية وخمسين ماتش عارفيني يعني مية وخمسين ماتش بدون راحات وإصاباته وماتشات بره وماتشات جوه وصفر بره وصفر جوه تتكلم على إرهاق زائد عن الحد ما حدش يستحمله استحملت اللعبة دي اللعبة دي في الجو ده في اللي كان حصل فيهم في الإرهاق اللي كان عليهم ده جابت بطولات كتير جداً من الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا ومن مين اللي جاب المطولات اللي فاتت اللي اتنشر بطولها في ثلاث سنين ومين اللي جاب مرتين وراء بعض كسع عالم برونزية كسع عالم ما هم اللعيبة دي بس اللعيبة دي كانت محتاجة إنها ترتاح كانت محتاجة إنها تاخد نفس ده بني آدم سيفين طبعاً مع بعض أوتوبيس إن شاء أوتوبيس النصر بإذن الله أوتوبيس النصر بإذن الله وهو رايح ملعب هزاع بن زايا حاسس باللعيبة وحاسس بالجمهور لأن أنا واحد من الجمهور فأنا حاسس الجمهور متشوى إزاي النهاردة إن النادي الآلي يضيف البطولة دي إن شاء الله إن شاء الله وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة النهاردة طبعاً مباراة لا تقبل قسم على اثنين يعني لابد فيها من فائز ممكن تمتد كمان لوقت إضافي نص ساعة على شوتين ممكن ممكن تمتد ولكن مهما كانت النتيجة هندعم النادي الآلي وورا لعيبة النادي الآلي اللعيبة دي يا ما فرحونا واللعيبة اللي قبل يوم يا ما فرحونا واللعيبة دي يا ما حتفرحنا فما نجيش على حاجة معينة ونمسك فيها ونتكلم فيها ونخاف ما نخافش أبداً نقلق أو من حقك تقلق لكن عندنا ثقة في ربنا وعندنا ثقة في لعبتنا خليك دايماً متفائل خليك دايماً متفائل لعبتك دي قادرة إن شاء الله النهاردة إنها تجيب كاس السوبر إن شاء الله وإن شاء الله نفرح مع بعض بعد المباراة بفوز النادي الآلي بكاس السوبر النهاردة بس خليك دايماً عندك التفاول وخليك دايماً عندك الثقة بالله وعندك الثقة باللعيبة دي لأن اللعيبة دي يا ما فرحت عجبني قوي كلام محمد الشناوي كابت النادي الآلي وبتكلم بيقول هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل صحيح يعني اللعيبة دي بقيت مرة واحدة ما يعرفوش يلعبو وإنه عشان خسروا بطولة ولا بطولتين آخر اتنين دوري أو السنة اللي فاتت ما خدوش بطولة هو دا الحال يعني دي لعبت النادي الأهلي آه دي لعبت النادي الأهلي اللي خادت البطولات السنتين اللي قابل اللي فاتوا يعني عدي السنتين اللي فاتوا أو عدي السنة اللي فاتت آه هي اللي خادت البطولات هي اللي خادت تالت كاس عالم في شهر فبراير ولو حضرتكم متذكرين أول مباراة في كاس العالم للأندية لعبناها إزاي وإحنا بعيد عننا تسع لعيبة دولية